انا بصلي من كل قلب ان هذا الكلام يكون تحذير لكل واحد منا دايما الانبياء الكذبة بيعملوا الاغراض سياسية فممكن عنده قضية سياسية اليوم بالشرق الاوسط اي قضية سياسية عشان تنجح خليها تكون مغلفة في الدين فالدين كما قال مش عارف استليني يمكن افيون الشعوب مخدر خدر الشعب في الدين لكن نشكر رب في المسيحية المسيحية حياة صلة وتواصل مع اله حي فالناس بتتخدر بالدين بصير يتاجروا في الدين يتكلموا في الدين لكن بالحقيقة كلها اغراض سياسية فالدين يصبح او السياسة تكون مغلفة بالدين لتتميم شهواتهم واهدافهم تحقيق اهدافهم واغراضهم طبعا للمنافع الشخصية دايما فيه بيكون بيعلن رسائل كاذبة والنبي الكذاب دايما بيتكلم شو الناس بتحب تسمع وشو الناس بتفضل تسمع لكن المسيح قال للتلميذ ألعلكم تريدون ايضا ان تتركوني اعطاهم فرصة يتركوه لكن احبوا المسيح لانه كان مثال كامل امام التلميذ